السلام عليكم كلنا عارفين أن RTX 2080 Ti هو أقوى كرت شاشة لعام 2019 لكن وش رأيكم نرجع الوراء لعام 2012 ونشوف أقوى كرت شاشة في العالم في ذاك الفترة للمستخدم العادي طيب يا جماعة هذا هو كرت GTX 690 أعطيكم قصة بسيطة الكرت هذا نزل أول ما دخلت البي سي تقريبا سنة 2012 كذا لو تلاحظوا أن أشتريت فئة 700 انتظرت وقتها لنهاية السنة 2013 بدايته تقريبا 760 لما نزل أشتريت وتذكروا المقطع ذاك زمان مرة يا عمي على ناسي الكرت هذا وقتها أنا كان ودي حلمي أشتري لأنه كان أقوى كرت شاشة نازل في السوق في الألعاب يعني فعليا أقوى كرت كان نازل من نفيديا لدرجة أنه كان سعره يا أخوان ألف دولار نعم شوف المبلغ اللي بتدفع فيه أنا اشتريته من إيبي إذا حين مستخدم بمئة دولار طبعا فيه أسباب كثير من سبب ذا الكرت طاح سعره لذي الدرجة يعني المفروض أقوى كرت في سنة من السنين يكون يعني لو قيمة فهمت ما هو بمئة دولار بس هذا حتى لو بخمسين دولار لا تأخذه نقول لك ليش لا تستعجل شوف المقطع للنهاية فيه أشياء كثير في ذا الكرت لازم تفهمها بس قبل ما نخش بأعطيكم النقاط كذا في الكرت بعدين نخش على البنشماركات ونتكلم عن الأشياء الخايسة اللي في الكرت ذا في ذا الوقت يعني في 2019 أول شي الكرت هذا لما نزل كان الكرت الوحيد اللي فئة اسمها 690 أو 90 فئة 90 لأنه لو تلاحظوا ما في تسعين الرقم ذا في الأخير بعد هذا الكرت نزل يعني ما في بعد 600 نزلت 700 ما في 790 ما في 990 آخر شي 980 تي آي ما نزلوا لألف وتسعين ما نزلوا لألفين دحين أرتيكس لألفين وتسعين ما في ما ندري عن المستقبل يمكن ينزلوا ما ندري لكن حاليا نتكلم ما في لذا الكرت فئة 90 إيش اللي يميز التسعين هذه الفئة عشان كده لغوها إنه هذا الكرت لما نزل كان عبارة عن 2 جي بيوز داخله يعني لو تلاحظوا هنا في أربع مسامير جي بيو رقم واحد وجي بيو رقم اثنين مش بوك الاثنين في هيت سينك واحد والهيت سينك هذا أو المبرد الألمنيوم اللي في النصف متصل بمروحة واحدة تبرد الأثنين التصميم جدا يعني غريب يعني حتى نفيدي أنا مستغرب ليش سوى بذلك تصميم مروحة واحدة تبرد أثنين كرتين شاشة فأي نعم هذا الكرت هو الوحيد من نفيديا الغريب اللي نزل بكرتين مدمجة فيه الواحد فيهم أثنين قيقال في رام طبعا هي تقنية جديدة سوى نفيديا على ذاك الوقت أنا أتوقع أنهم حبوا يجرب هذا الموضوع وللأسف الشديد أنه يشبكوا 2 جي بيوز في كرت بي سي آي واحد أتوقع هذا النظام يعني ما نفع أنا قل لكم واجهت مشاكل ضحين لما شغلت ولعبت عليه بعد شيء في البنش ماركات بتكلم معاكم فأعرف أنه سبب التسمية أنه أثني كرتين مدمجة بالنسبة للمنافذ اللي في الكرت وهنا نقطة أنه على ذاك الوقت في 2012 لسه الديس بلي بورت ما كان هو الشيء الحديث يعني لسه أتوقع أنه كان في موضوع التطوير فكان تقريبا الدي في آي هو اللي منتشر والشاشات برضو ما كان متوفر فيه ديس بلي بورت كثير أو أصلا ما كان فيه 144 للمعلومية كان لسه مية وعشرين هرتز بدأت تطلع فكانت تقنية جديدة واو مدرئة سبع سنين بتكلم وتلاحظوا فيه بس حبة ميني ديس بلي بورت ميني ما هو حتى ديس بلي بورت كامل وثلاثة دي في آي يمكنك تشبه كل ثلاثة شاشات أربعة بس أصلا الكرت ضعيف ترى في ذا الوقت يعني راح تشوفوا قدامي بالنسبة للتصميم توقع انكم توفقوني في هذا الموضوع الكرت الوحيدة اللي صممته نفيديا يعني بتصميم جدا جميل ياخي ما قد شفت في التايتن أو حتى لأي كرت ثاني ياخي ما دري حلو 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 شكله يعني المروحة جاية بتصميم في النص والبلستيك اللي حوالها والكروم والبلستيك اللي هنا الشفاف والهيت تنك تشوفوا تحس انه كذا دبابة ما دري كيف منظر وجميل ياخي يمكن بس النقطة الوحيدة الباك بليت خائس ما حطوه يعني لسه ذاك الوقت ما كانوا يتفنن في الباك بليت يعني يمديك تسوي انت كاستم إذا تب الشكل بس الشكل بس الشكل الخارجي صراحة جميل واصلا على سعره يا حبيبي يعني كان سعر رسمي ألف دولار يعني انت بتدفع ألف دولار في الأخير اش أكيد بيتعبوا على التصميم الكرت هذا ما نزل منه نسخ يعني افتر ماركت امي ساي ازو سمدريلا ما في اللباس من نفيديا طبعا ياخذ ثمانية بن ثمانية بن ففل باور ويست يستهلك طاقة تحتاج باور سبلا يعني ستمية وخمسين وفوق ما هو زي يعني الكروت اللي ذا حين يمديك تشغلها على خمسمية واط بعضها فالمشكلة كمان انه بما انه يستهلك كهرباء وكرتين فيه ويسخن وحرارة عالية الصراحة يعني تخش في سبعة وثمانين وهذا على كيسي البارد اللي ما شاء الله مراحك يعني كويسة وكل شي حلو على كيسات ثانية ممكن تخش في تسعين مع ذا الكرت بالراحة وتسعين على طلب تلقي ضربات ومشاكل طبعا بتقول كيف اشبك على شاشتي بما انه ما في فيها دي في آي هذي لازوس دي سبلي بورت جبت سلسل كميني دي سبلي بورت عادي بتلقاه وانباع المصيبة الكبرى والعيب الكبير لذال الكرت مرة ما انصحك انك تشتري في ذالوقت حتى لو تلقاه بعشرة دولار مو بمئة دولار انه يا اخوان صحيح انه فيه كرتين داخله لكن كل كرت اثنين جيجا في رام يعني اثنين جيجا في رام هنا واثنين جيجا في رام هنا اكيد انت على الطلب تقول انه اربع جيجا في رام كل شي صح لا غلط هما كتبين اربع جيجا في رام اتوقع انه حركة تسويقية مية في المية ما وضحوا انه حتى لو تشبك اسل اي منه رح تظل على شي اسمه اثنين جيجا في رام الفيرام دائما ما رح نجمع يعني هنا اثنين جيجا اثنين جيجا رح يظل اثنين جيجا في رام في الالعاب اللي تلعبها الاستهلاك ما رح يكون اربع جيجا اربع جيجا بس رياضيات كذا بتكتبها عشان تسويق ولا الاخرية بس الفعلي اللي بتلعب عليه هو اثنين جيجا في رام رح تشوف في امسا افتر بورنر انه كل ما اسك اثن اول ما يوصل ذال حد الف تسعمية وشي على طول يصير ضرب شنيع في اللعبة فبدون انتظار خلونا نخش على الالعاب وبتكلم معاكم ليش ما انصحك بذال كرت في الالعاب كلها الحديثة وحتى القديمة لما شبكت الكرت على طول التعريف ما تثبت بنفسه ولا عرف نفسه بنفسه فاضطرعت ان يحمل الجي فورس من جديد نخش في اول الالعاب اللي يعني من ذاك الزمان الجميل يعني اصدرت ذال اللعبة اللي اسمها بتل في تريا 2011 فذال كرت كان مرة متفوق في ذي اللعبة وكان يعني على ذاك الوقت هو الكرت الوحيد اللي بيعطيك 100 فريم وفوق على الترا 1080p resolution في بس الفي تري ما في اي كرت زيه يعني شايفين قدامك وبالمناسبة كان 100 فريم ما حد يقدر جيبها على الترا 1080p كانوا يضاعفوها على لو ذي اللعبة طبعا راح تقول ليش بالتصوير يقطع وما هو 60 فريم هذا بسبب المشكلة الاولى اللي باك تركز معي انه الشادو بلاي شي حديث نزل فالشادو بلاي نزل بعده بكذا سنة عشان كذا لاحظت اني مهم ما صلحت في العددات حق الشادو بلاي ما يجيني 60 فريم لسبب ما انا ما ادري عنه لكن توقعوا انه الفيرام قليل ومحشور والشادو بلاي يحتاج شوية مساحة لانه 2G جدا قليل يعتبر ذا حين فعشان كذا التصوير راح يكون خارجي بكاميراتي عشان تشوفوا يعني اللعب سموث وناعم لانه الفريمات يعني فوق المية زي ما تشايفين واللعب سموث حتى ملفات اللي قد اوكم صورتها كلها دخلت عدداتها لاحظت فريمات مختلفة في فيديو كانت 29 في بعضها كانت 58 شيزي كذا فما هو ثابت على 60 أبدا باتل فيد فريم ما عنده مشكلة ذا الكرت يشغلها حتى على 2K ما عندك مشكلة بس انه بين حشر راح تكون حول الـ 1900 وتلاحظة عشان كذا هذا الكرت مصمم للـ 1080p الـ Resolution Full HD على ذاك الوقت كان يعني شي عصري فالتوكا تقريبا صدمة ذا الكرت 4K مستحيل مرة ما انصحك جرب 2G VRAM ما راح تكفي ابدا راح يجيك على طول تقطيع شنيع زي اللي حصل معاها في جراند اللعبة اول ما شغلتها كانت اصل محدوطة على عدات ألترا من الكرت اللي قبل فلسه ما اني قادر ادخل على عددات الـ Options عشان اغير في العددات الطيب فاللعبة كانت مرة محشورة في الـ VRAM مع ذا الكرت كانت تسوق فوق 2G اكيد لاني مشغلها على توكا الترا الكرت انصدم وصل الـ Max فما قدر يعني زي ما انت شايفين واحد اثنين فريم قاعدة تشتغل هذا شي طبيعي اول ما يصير Max للـ VRAM فوق طاقة الكرت خلاص الكرت يبدأ يهنق وما يقدر يعطيك فريمات ثابت باتمان زي ما انت شايفين كل شي اولترا الـ VRAM انحشرة على طول جاني تقطيع 2G ما رح تكفي بارك تلعب اللعبة على low او medium عشان يعني تستمتع بالفريمات بتلفيد 5 اللعبة حديثة على ذا الكرت ما هي مشكلة لكن المشكلة انها تستهلك الـ VRAM تحب الـ VRAM ذا اللعبة فلو تلاحظوا جاني تقطيع حتى واني حاطة على very low بس 2K resolution شوفوا كيف الـ 2K بيستهلك ذا الكرت ما هو مصمم للـ 2K حطيتها very low 1080p resolution هذا الفرق الكبير يعني تحسنت الفريمات حتى ما جابت الـ 60 لكن حالة الـ 50 الـ VRAM تحسن 1800 بس يظل يعني محشور نوعا ما دلوكبس 3 زومبي ما عندي مشكلة شغلة 2K الترا لكن على حساب الـ VRAM المحشور ممكن في لاحظة يجي كستاتر وتقطيع فورتنايت اكيد لازم نجربها 2K full الترا كل شيء اللعبة ما هي قادرة تثبت على 30 فريم لانه الـ VRAM كالعادة محشور 2G فعالطل بيجي كستاتر تنزل عن 30 فريم تقدر تلعب على very low 2K مرة ثاني resolution بكل بساطة الكرت يمدي شغلها بس على حساب الـ VRAM كل شيء اف وبرضو لو تلاحظوا انه محشور 1600 ميجا الـ VRAM بيخش فيها هذا VRAM عشان كذا 2K ما ينفع ذلك كرت ابدا هو نزل في عصر الـ 1080p كانت 2G 1080p الى اليوم يعني بيمشي معك اكثر الالعاب اما 2K وفوق لا لازم VRAM عالي ببجي بس دي المرة بيشغل على 1080p بما انو ذلك كرت قلت حق 1080p ويظل شوفوا على الترام مرة استهلك في نفس الكلام في VRAM ما يحتاج عايد الاسطوانة ويرجع لان التقنيات المستخدمة في الـ graphics الان مرة قوية في اكثر الالعاب تطلب VRAM اكثر من 2K يعني الشادرز على الشياء البعيدة الدستنس كل هذي تاكل اه ويتشر يحتاج نشغلها ولا ويتشر الشيء الغريب انها طلعت اداء كويس مع ذا الكرت بس على 1080p برضو حط في بالك ذا الشيء الترا 1080p الفريمات قدامكم حول الـ 40 بس لو نخليها على 1080p مع ميديم سيتنجز مو الترا ولا هاي ميديم الاداة يعني يعطي شيء كويس حول التسعين فريم لكن برضو ما يبرر الكرت ما ينفع اللعاب الحديث لانو VRAM تستهلك بشكل كبير نقطة اخيرة على الكرت انو اللي يحب الـ virtual reality الكرت هذا ما راح يدعمه VR لانو VR شيء حديث نزل 2012 ما كان موجود فنفيديا الجي فورت حقهم راح يدعم كرت 970 وفوق لكن هذا الكرت مو مدعوم باقي الاشياء في الجي فورت حاطينو ان يدعمها لكن الشاد بلاي بكل امانة كان يقطع ما كان يعطي 60 فريم ثابتة فهذه نقطة مهمة طيب عرفتوا ليش انا ما ابغاكم تشتروا ذا الكرت لا حد يتحمس هذا مقطع فور فن يعني احبت يعني ارجع للماضي يعني بما اني نزلت سيت اب توي 2G VRAM 2G ما تسوي شيء ذا حين الا اذا انت راي تلعب على 720 بي اللي هو الـ resolution الذاكي الـ HD ما هو في الـ اذا تبقى الـ 1080 بي راح تسيب واجه مشاكل لانه 2G VRAM على لعابة الحديثة 1080 بي مو توكا ما راح ينفع فما بالك لو بتلعب على توكا مستحيل الا اذا انك تلعب على very low اضعف شيء حتى 960 في البنشماركات جاب اداء افضل منه 960 تخير كارك لوك الكودا كارز فجميع التقنيات هذه القديمة ذا حين اطورت بشكل فضيع في الكروت الحديثة مو شرط تاخذ 2000 حتى 1050 Ti اي اقو منه تخيل 960 اقو فما بالك 1050 Ti 1660 Ti خيار جدا مناسب 1660 Ti زي 2060 2060 اقو من ذات دبل مرة 2 و 3 فمرة وسعرها كلها صارت في متناول اليد يعني فما انصحك في اي حال انك تشتري زيد الكارت مجرد شكل ممكن تحتفظه بو حلو منظر و جدا خرافي غير كذا مرة ما ينفع في ذا الوقت لانه يستهلك طاقة حرارة عالية تقنية كارتين نيفيدا ما نزله من ذي الفئة من سنين يعني فاكيد انه سوى مشاكل شهد بلاي تعبان جدا الفريمات تتقطع ما هي 60 فريم تجي ما لسبب ما من الاشياء توقع بسبب انه توجي بيوز فيرا من حشر الكارت يعني مرة على سبع سنين ففي عيوب فهمتوا يعني الميزة الوحيدة صراحة اللي اشوفها ذحين انه شكله حلو بس غير كذا ما انصحك يعني شكله حلو انك تشبقه مثلا بذات الشكل لو عندك الحركة ذيك حقت الكيس انا حبت نزل عند الكارت لانه يحب يعني فيه علاقة بينه وبينه من زمان من 2012 جيل فورتنيت ما رح يعرف يقدر هذا الفئة خاصة والله تسعين كذا مميزة انا اتمنى يعني نيفيدا ينزلوا 2090 حيكون شي رهيب لو انه بنفس التقنية هذي انا ما اظن لكن جرد احلام يعني ما توقع انه ينزلوا لانه سوى مشاكل بذل التقنية يمكن يصلوا يضبطوا ينزلوا كارت ما ادرا ما نعرف عن المستقبل هذا كل شي اعطيكم ملافيا شكرا لكم السلام عليكم